أكد الرئيس عبدالفتح السيسي على الدور الحيوي الذي تقوم به تنزانيا كأحدى الدول الفاعلة في إفريقيا وجهودها لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال استقباله في شرم الشيخ رئيسة تنزانيا سامية حسن وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ كوب 27 استقبل السيد الرئيس عبدالفتح السيسي في شرم الشيخ الرئيسة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ كوب 27 صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة رئيسة تنزانيا إلى مصر متقدما سيادته إلى تنزانيا الشقيقة حكومة وشعب بخالص التعزي في ضحايا حادث تحطم الطائرة في بحيرة فيكتوريا كما أكد السيد الرئيس الدورة الحيوية الذي تقوم به تنزانيا كأحدى الدول الفاعلة في إفريقيا وجهودها لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة مؤكدا سيادته متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعيدة خاصة على صعيد الاستثمارات المصرية في القطاعات الحيوية في مقدمتها إنشاء سد جوليا سنيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية والذي تعول مصر على دوره في منح دفعة قوية لعملية التنمية في تنزانيا الشقيقة اشتركوا في القناة